موسيقى الحمد لله على السلام يا خواس سميحة دي اللي عملي في نفسك استنياك يا حبيب قلت يمكن تأس حاجة انت طوق وانا عدا يضطع يا منجي من المحالك يا رب يخص عليك يا فواز بقى انا عاملالك كل دا ومستنياك عشان ارضيك وانت تقول كده هو كل دا مش عقبك يا حبيبي لا عجبني طبا يا حبيبتي عجبني يا اوي فواز اشتق ذلك حياتي لك الواوا بوس الواوا خالي الواوا يصبح شفت الواوا بوس الواوا خلاس الواوا بحر عملتلك عشا يا حياتي فتوش وتكبولة وعرايس قلت اكيد هتجي من الشغل تعبين وفيه انهار فيه ايه يا عيون انهار انا عايزك تسيب نفسك خالص النهار دا واللي نفسك فيه تشاور عليه وفي غمضة عين حيكون قدامك تسطر يا اللي بتسطر مالك يا حياتي دا احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك ديه بنا يكفينا الشر المستخبي ما هو اصل ربنا للي يبقى راضي عن حدي بيحبث فيه خيبه وانت باسم الله واشاء الله اللهم اكبر حبايبك كتير امي يا حدي وحنا اللي لدي صهرانين عشان خاطر عيونك حتى انت يا هودا انضمت للحزب حزب؟ حزب ايه بس يا روح هودا احنا اللي لدي متعهدين اننا نريح قلبك ونبساتك ولو عايزنا نشيلك كل عيوننا هنشيلك يا حدي انت يا هودا انت ده انا بتكسف ابوسك يا هودا وده تكسف ليه بس يا روح هودا خد روحتك ده انت جوزي وحلالي وربنا محلل لي معك كل حاجة ترتر يا هودا حط فوشك ترتر لاي لاي الا الله لا انا لازم بقى افهم بقى قصة دي ولا دي حافلة عشان طلقت الرابعة اسم الله عليك هو ده بقى قادم خواه وشك هندوه رادي ده جمه يلا مفان قواة انا اوه واه لاحظوا أه يكشون خش علي شفت انا بجيب فيك جون يا بابا يا سلامي طب ما انا جايب فيك جونين لا جون واحد والتاني انا صدته اتا تعملني فيها بوسكاس بقى بتاع برشلونة خلاص محترف يعني ماشي يا عمش تعامنا اعيز اقولك حاجات قال انت وانت صحيح ما بيدكوش دين في المدرسة ساعات ميش العربي بتديني شوية كده ساعات استغفر الله العظيم يا رب ولا حول ولا قوة الا بالله طب والله الاوريهم عالم ظلم اعوذوا بالله يا حاج اعوذوا بالله حاج من ابوكو يعني اهو اهو ابوك اهو اهو الحاج اهو اهو لقيت الحاجات دي في قطة الراحلة اعمل بينهم ايه اه 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 خطيهم في شنطة كده لحد ما نوديهم لها حاجة على مهل على مهل حاجة بابا هي ماما اللي كتعاشة معانا انا فين ماما اللي عايشة معانا فين انا اخرب عالم انت بتالش غير ماما واحدة ماما عنهاره بس وماما سميحة ماما هودا وماما بس 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 ايه انت معاه ولا معاه ماما مالا ماليش بس كده دي خالص بس ليه زماية اللي عندهم ماما واحدة بس وحط المس الدايت ويقيت لي حرام كده انت لك ماما واحدة وباباك لازم يكون متجاوز واحدة حرام المس دي مش فهم حاجة مام لو كانوا بيدرسوكوا دين في المدرسة كانوا عارفوا الحلال من الحرام ابوكو تعالي اولاد اقربوا تعالي اولاد اقربوا تعالي اولاد اقربوا ابوكو والحمدلله ما بيعملش اي حاجة حرامة الجواز ده قوم يا حبيب تلعبي مع اخواتك هماك ده كلام رجالة كلام صوبيان ابوكو الجواز ده شارع ربنا حلله لرجالة يعني الراجل يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة ده حلال ربنا ماينفعش بقى يجي بني ادم يحرم اللي حلله ربنا صح؟ صح فاهمين؟ بسم الله يا باشا الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازاك يا حاج فواز؟ اهلا وسهلا مو اقزس examine تفضل الحقيقة انا من زمان وانا نفس حتعرف بحضرتك تحب تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم انا راجل عامل يا حضرت المديرة وجاي اسأل حضرتك سؤال واحد وعايزي اجابة بما يرضي الله تفضل يا حاجة ايلا انا كولاية عمر اصّارت يوم في حقوقكو كواليه أمر للعيال هنا في المدرسة الحقيقة لأ ما حصلش بس حضرتك بتقول كده ليه يعني يعني حقكو بيوصلوكو أول بأول بما يورد الله بيوصره لما بيوصلش الله أنا مش فاهمة حضرتك عايز تقول إيه عايز أقول إن اللي بيدي لازم ياخد والمفروض المدرسة هنا تنور بصيرة العيال مش تضللهم تضللهم يعني إيه تضللهم لما مدرسة عندك هنا تحرم اللي حلله ربنا في عيون ولاتنا تبقى لازم تتحاكم تتحاكم أنا الحقيقة مش فاهمة حضرتك عايز تقول إيه بالزبط ياريد حضرتك تبعاتي تجيب المدرسة الميز بتاعت العربي اللي بتبني منها يا إبا أنا جيت يا حضرت المديرة من غير ما حضرتك تكلميني يا إيه سفاطمة هي إيه الحكاية بالزبط يا إيه سفاطمة ابن سعدتك جالي وحكالي على الحوار اللي حصل بينكم ولما عرفت إن حضرتك مشرفنا قلت أكيد جاي عشان تكلمني في الموضوع ده وديني جيت بقى ما بتدوش الواد دين وبتحرفوا في شرع يا ربنا وبتضليلوا العيال ومش عايزين أجيلك شرع يا ربنا ما حدش يقدر يحرف فيه يا أستاذ أما للكلام اللي بتقوليه الواد من عم دا اسمه إيه التفسير التفسير؟ اجتهاد لا أحاوله أنا قوة إنا بالله ربنا أداني عقل يا حضرت عشان نفكر بيه وعشان نوصل لأعلى مكانه وبالعقل ده ميزنا عن بقية الكائنات صحيح ربنا حلل الجواز من أربعة بس حط شروط ووصف وفي الآخر قال ولن تعدله مش معقول المرأة اللي ربنا كرمها في كتبه يجي لعبد ويهنها ويستعملها ويحولها المجرد مسكن لرغباته باسم الشرع ده كل اللي أنا قلته لو حضرتك بقى شايف إن الكلام دا فيه تضليل أعمل اللي حضرتك تشوفه عن إذنكم اللي بتقوله ده حاجة اللي اسمعته يا زكي أيوا بس ده حاجة غريبة أو مستحيلة يعني يا مرسي بعد إذن وعطع كلامك حاجة مفيش حاجة مستحيلة مدام فلوسها جاهزة الله يفتح عليك قل له قل له مفيش حاجة مستحيلة أيوا بس الموضوع ده محتاج تصريح وموين فضيين إحنا بقى كل أسبوع مشروع يا حاجة كفية يا زكي ما يحسد المال لأصحابه ده رزق وجايلين أبني قولي يا زكي الحمد لله 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 على كل شيء عايزك تعملي دراسة شاملة بكل حاجة عايز في أقرب وقت أبقى صاحب أكبر مدرسة مهمة في مصر مدراسة فهمت أين يا زكي؟ عايز أختار مدرسينها واحد واحد واحدة واحدة نقصين إحنا بقى كمان المدرسين يجي بوزرنا دمكة العيال مش كفية علينا أمهاتهم